المصريين كلهم بلا استثناء النهاردة شعروا ان الجزائر من ستة لتمانية ونص او بعد كده بشوية انه منتخب بلدهم ومنتظرين مباراة الجزائر مع ناجيريا وتونس مع السنغال مباريات صعبة لكنه الحقيقة ما قدمه فريق الجزائر خاصة عشان يكون امين يعني ادان انطباع اكتر من رائع واكتر من جميل شفتوا سوفيان فجولي وهو نازل بيعرج وبيحتفل مع زملاته شفتوا رياض ميحرز وهو بتغير شفتوا دموع بغداد بنجاح يعني الحقيقة كنت قهد مع اهل بيتي بنتفرج على المباراة يعني عياته على دموعه وبصوا ايه ده ايه كم الانتماء والشعور والمحبة يعني ايه ده بصوا يوسف عطال ده يعني تصاب في البداية ربنا ان شاء الله يشفيه وعفيه بس ما اعتقدش ان يوسف هيكمل لاخر البطولة بصوا الانطباعات عاملة ازاي ولا تعرف دموع فرح ولا دموع هدف بيدخل مرماهم ولا دموع ضربة جزاء ترجحية ضائعة بس تعرف انه قد ايه المصريين كانوا قلبا وقالبا جمال بالماضي النهاردة عايز اقول له حضراتكو عمل كل حاجة عيني سواء تكتيك او ادارة او او ثم جات له لحظات البكاء مع الضحك في نفس الوقت وقاعد حاضن ابنه او اخوه اللي عيب اللي جنبه اللي هو يوسف عطال واخده تحت باطه كده وما تزعلش وبغداد بنجاح لانه اضع ضربة جزاء في المباراة فيعيني في حالة رعب وكأنه يعني صورة حكيم زياش قدامه كلها صور جميلة جدا لكن دفء الجماهير المصرية وزئير الجماهير الجزائرية الحياة اللي منورة في الاستاد واللي منورة في مصر اعتقد يعني عمل حاجات كتيرة جدا جدا مع اخواننا الاعزاء اللي في الجزائر واحترام الجمهور المصري ليه اخواننا الاعزاء من كودفور على فكرة يبقى اسمها كودفور من فترة طويلة مستحل العاج بس احنا اخذينا على الاسم القديم شيء رائع وشيء مبهج وشيء ممتع وشيء جميل دي ضربة الجزاء اللي اضعها بغداد بنجاح واستضمت في العرضة وطلعت برة وبعدها ما شافش تقريبا يعني ترجمة نانسي قنقر